موسيقى الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أنه محمد الرسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الطاة حيا على الصلاة حيا على الصلاة صلاة حياة وإقتناء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل إذ بها المعتصم وإليها الملتزم فما خاب من عمل بها ولا حار من لامست شغاف قلبه بها النجاة وفيها الحياة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقترر روى البخاري في صحيهه عنه ذيفة بن اليمن رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة عن يدركاني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد هذا الشر بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه الدخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على بواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله سفهم لنا سفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعُد ولو أن تعض بأصل الشجرة ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك رواه البخاري في كتاب الفتن ومثله في صحيه مسلم قال ابن القيم رحمه الله علماء سوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم فكلما قالت أفواههم للناس هل أمه قالت أفعالهم لا تسمع منهم فإن لا تسمع منهم فلو كان ما دعوا إلي حقا كانوا أول المستجيبين أختبوى